اشتركوا في القناة في الوظيفة العمومية في الصناعة في الطب يعني نتكفلوا بكم ومشاكلكم لأنه باش الإنسان يكون مرتاح ويمارس الشيء اللي عنده عليه مؤهلات لازم يرتاح فكرياً ولازم يرتاح مدياً إذن رأى سيدة كريكو في الاستماع وكل ملفات مرحبا بها السيدة الدكتورة فاطمة الزهراء زميت أستاذة مساعدة في مجال الطب بمستشفى القطار مختصة في الأمراض المعدية تحصلت على جائزة التمييز للمرأة العربية في مجال الطب من قبل جامعة الدول العربية السيدة الأستاذة أمينة ركاب أستاذة بجامعة أبي بكر بالقايد بيتلمسان تميزت بحصولها على جائزة أحسن أطروح الدكتورة في العلوم القضائية من قبل جامعة الدول العربية السيدة الأستاذة حرية ريكي أستاذة باحثة بقسم الفيزياء بجامعة باجي مختار بعنابة صنفتها جامعة ستانفورد الأمريكية من بين أربعة علماء جزائريين ضمن أفضل العلماء في العالم السيدة الأستاذة أمينة بوشيخ أستاذة باحثة بجامعة جلال اليابس بسيد بالعباس والمعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي متخصصة في الأحياء الدقيقة سيدة نجات غالمي غالمي هي المديرة العامة للمؤسسة ديار الجزائر للتجارة الإلكترونية وقد أهلتها خبرتها في الرقمنا إلى تأسيس أول منصة إلكترونية السيدة رزيقة دوفان حرفية من ولاية تيزيوزو في مجال الطرز التقليدي تميزت إلى جانب احترافها التصميم بالقدرة على التكوين تحصلت على الجائزة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف السيدة عائشة جلاب شاعرة أصيلة بولاية الصيف ومقيمة بولاية أم البواقي تحصلت على جائزة أول نوبمبر أربعة وخمسون تسعمائة وألف السيدة نوها حمداني متميزة في فن الرسم والديكور حازت على ديبلوم وطني في الفنون الجميلة تخصص الرسم الزيتي وديبلوم آخر في فن التصوير الفوتوغرافي السيدة فيزة هارون صحفية بوكالة الأنباء الجزائرية تميزت بمشوارها المهنية الثري في مجال الإعلام على مساوى الإداعة والإدارة المركزية لوزارة الاتصال السيدة إيمان خليف رياضية متميزة في الملاكمة النسوية لوزن أقل من 60 كيلوغرام من النادي الرياضي للحماية المدنية بيت يارت